عايزين نتكلم على كواليس الأهلي والودادة وأكيد عندكم كواليس كتيرة بس عايزين برضو يعني نعرف رأيكم في أداء الزمالك النهاردة فيه يعني اختلف الأقوال في المنطقة في ناس دول الله يعني هو بداية لأداء في تحسن في الأداء زي ما سمعنا في المؤتمر الصحفي لأخوان كارلس أسوريو المدير في النادي الزمال الجيول أنه يعني اللعبة بدأت أن هي تستوعب طريقة اللعبة بتاعه فيه ناس على النقيب تقول لا والله هو كان يعني منضوع من سيء إلى أسوأ لو لعب قدام فريق أقوى من كده شوية كان عنا نلاقي أداء ونتيجة مغيران رأيكم سخيب في الحال يعني سوريو هو الراجل برر أصلا سوء الأداء في الفترة اللي فاتت فيه جلسته مع المسؤولين في نادي الزمالك أنه عنده نواقص كتير في الفرقة ما عندهش يعني تيم كامل يقدر أنه هو يشتغل عليه يعني شايفين بقاله أكتر من ماتش عنده نواقص كتير في خط الدفاع بعد أصابة محمود حمد الوينش بقى الرباط السليبي كان ناوي يلعب بشابانة شابانة قبل المباراة قال أنه هو عنده شد مش هيقدر يلعب محمد عبدالغاني وغيابه يوم السبت فبرضه استبعده من المباراة وبضطر أنه زي ما احنا شايفينه بيغير شوية في الدفاع ممكن تكون الناس مش راضية شوية عن الطرق والتيكتيك اللي بيلعب به سوريو ممكن يبقى غريب شوية أن فتوح في طول ما الهجمة على الزمالك بيلعب أربعة الهجمة لصالح نادي الزمالك بيزيد بيلعب دابل سيكس مع دونجا فحاجة غريبة شوية على الفرقة لكن بتصور أن الأداء بتاع الزمالك النهاردة في مباراة طلاع الجيش ليس هو نادي الزمالك حتى الآن النتيجة حلوة ومؤثرة كمان للزمالك في صراعه الكبير وحربه الدروس اللي بيأخذها في الدورة دلوقتي عشان يحجز مقعد في دورة أبطال إفريقيا للموسم الجديد النتيجة في صالح أسوريو ولكن الأداء حتى الآن لا يرضي عشاق نادي الزمالك ولا جماهير نادي الزمالك خاصة أن الزمالك حتى الدقيقة 80 بعيد جدا عن المباراة هو وكذلك أيضا نادي طلاع الجيش بعد دقيقة 80 أحرز هدفين فلما نيجي هنحلل أو هنقيم مش هنقيم على العشر دقايق اللي الزمالك قدر يسجل فيهم هدفين الزمالك لسه محتاج شغل كتير عنده نواقص عنده مشاكل عنده حاجات كتير لكن بتصور أن أسوريو محتاج يتعب أكتر وأكتر وأكتر علشان خاطر أداء نادي الزمالك ونتائجه تتحسن بشكل أكبر وملحوظ ويرضي عشاقه في الفترة القادمة حلو قوي إكستبريشن حرب ضروس دي صحيح ترى إيه إسلام على منضوع فرص نادي الزمالك إنه هو إحنا عندنا بيرامدز التالي بيرامدز فلوتشار التالت فرص نادي الزمالك إنه هو يبقى التالي على بيرامدز فلوتشار بص لو جيت سألتني أستاذ رجائي هقولك إن الزمالك أو عشاء نادي الزمالك أو جماهيره حاليا في الوقت اللي إحنا بنتكلم في دي مش مهم عنده أبدا الأداء قد ما المهم عنده النتائج الفترة دي تحديدا الزمالك بيسعى أنه هو يخش مركز تاني عشان يلعب دور أبطال أفريقيا الفترة اللي جاية ولكن لو جينا تكلمنا عن التوقيت اللي جي فيه أصير له أعتقد من أصعب التوقيتات تحديدا اللي جي فيها مدير فني نادي الزمالك جاي على فريق بكل تأكيد بيفكت حاجات كتير أو منها النتائج الفترة اللي فاتت ما كانتش جاية داخل نادي الزمالك بيفكت كمان العنصر المهم جدا وهي الروح يعني إحنا في نادي الزمالك الحقيقة الفترة اللي فاتت مش شايفين روح داخل الفريق مش شايفين قائد حقيقي داخل الفريق يقدر أن هو يوجه اللاعبين اللي جاية كمان الصفقات اللي جات الفترة اللي فاتت أعتقد أن الزمالك بيمر فترة صعبة جدا الفترة الحالية طبعا لا ترضي جمهور نادي الزمالك زي ما خالد قال بكل تأكيد لو جيت سألتني أو سألت أي حد بيشجع نادي الزمالك خدت إيه الفترة اللي فاتت تحديدا من لحظة مأسور يوجي لنادي الزمالك هيقول لك لاشيء الراجل مصمم أنه هو يلعب بتاكتك معين وأكد كمان عليه النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه هو مصمم أنه هو يلعب بنفس التاكتك ده الراجل في ناس اتكلمت معايا ولكن هو مش متقبل أنه هو يغير من الفنيات بتاعته أو التاكتك أو الخطة اللي هو بيلعب بها وأعتقد هي خطة بالنسبة وده حقه يعني بينكم ده حقه أكيد بص يا صدر جاء هو حقه الراجل اللي تم التعقد عليه معايا قصدي علشان يطبق الرؤية بتاعته فهو يترك الأمر ليه كاملا علشان يطبق التوجه بتاعه هي الجزئة بس اللي أنا بتكلم فيها دي أنه ما ينفعش أنه هو يطبقها في التوقيت ده خاصة أنه أنت جاي على فريق تقريبا في منتصف الموسم أنت مش جاي من أول الموسم فريق بيسعى أنه هو يحقق نتائج إيجابية عشان يخومش بعد الناجي الأهلي عشان يلعب دور أفطال أفريقيا فكان كل هم جمهور ناجي الزمالك الفترة اللي فاتت أنه النتائج أهم حاجة يكسب يلعب بالخطة اللي الزمالك كان بيلعب بها ولكن أعتقد أن كل مدير فني زي ما حضراتك قلت حق أصيل لي أنه هو يلعب بالتاكتك اللي هو شايفه مريح له ولكن هو يأخذ عليه اللي جمهور الزمالك بقى بيقولوه في الشارع الزمالكوي أنه ما كانش ينفع في التوقيت ده أنه هو يغير من شكل أو هيئة التاكتك داخل ناجي الزمالك أو الخطة بصفة عامة بيلعب بخطة غريبة جدا تلاتة 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 واحد وأعتقد دي خطة مش مناسبة كمان للكرة المصرية أو للشارع الكرة والمصري أو جمهور الزمالك بصفة عامة مين أبرز الفرق على مسؤول العالم تلعب بالتاكتك ده؟ بص هو بيطبق نفس الفكر اللي جوارديولا بيعمله مع المان سيتي أو القريب منه ولكن أعتقد يعني فيه فوارق كبيرة أو ما ينفعش أن نحن نقيم اللعب المصري مع احترامي ليه باللعب الأوروبي أو ما ينفعش أن نحن نقيم جوارديولا مع احترامي لأوسيريو فأعتقد الموضوع صعب جدا أتمنى أنه يتدارك الموكف سريعا مع جهاز مصري موجود الكابتن ماتحة عبدالهادي موجود الكابتن أحمد مجدي موجود كمان حتى محمد عبد المنصف في حرص المرمى فأعتقد أنه لازم الفترة اللي جاية جمهور نادي الزمالك يدعم فريقه لازم يدعم مديره الفني وأعتقد أنه هي فترة مهمة جدا فترة انتقالية جمهور نادي الزمالك خلاص الدوري تقريبا شب ابتعد عن القلعة البيضاء واقترب من القلعة الحمراء فكل الدعم طبعا من جمهور نادي الزمالك لأوسيريو أكيد الفترة اللي جاي عظيم جدا